بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض درس رقم 65 الرياضيات للصف الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني وان ما كنتش اشتركت في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد وما تنساش اشترك في صفحيتنا على الفيسبوك الصف الثالث الابتدائي مع التأسيس السليم طبعا درسنا النهاردة بعنوان استراتيجيات الضرب والقسمة اتعلمنا استراتيجيات عشان نحل بها مسائل الضرب والقسمة في استراتيجيات خاصة بالضرب وفي استراتيجيات خاصة بالقسمة وخلي بالي الاستراتيجية غير الخاصية يعني خواص الضرب احنا عارفينهم خاصية الابدال وخاصية التجميع وخاصية التوزيع منساش ولكن دي استراتيجيات يعني طريقة هحل بها المسألة طيب من ضمن استراتيجيات الضرب رسم مصفوفة ومن ضمنها ايضا اعداد نموذج شريطي يعني مثلا 6 في 9 هرسم 6 خانات وكل خانة فيها 9 وهجسم الشريط ودي استراتيجية من استراتيجيات الضرب وممكن استراتيجية العد بالقفز بمقدار أحد عوامل الضرب يعني مثلا 3 في 4 هعد بالقفز 4 3 مرات أو 3 4 مرات واستراتيجية استخدام الحقيقة المساعدة أنا عايزة أعرف 6 في 9 يسوي كام هعرفها عن طريق 9 في 5 5 في 9 أو 9 في 5 يسوي 45 إذن 6 في 9 يسوي 54 هذا هو التسعة على الناتج اللي هي 45 واستراتيجية استخدام مخطط المئة وعشرين واستراتيجية خدعة أصابع للعدد 9 وممكن استخدم إحدى خواص الضرب اللي احنا عارفينهم خاصية التجميع وخاصية الإبدال وخاصية التوزية أما استراتيجيات الجسمة فمنها نموذج علاقة الأجزاء بالكل ومنها أيضا العمليات العكسية يعني هفكر في 42 على الستة على إنها 6 في كام يسوي 42 أو كام في 6 يسوي 42 طبعا 6 في 7 يسوي 42 وهذه الاستراتيجية تعتمد على حفظ جدول الضرب وممكن استراتيجية العد بالقفز بمقدار أحد العوامل حتى المجموعة وممكن استراتيجية العامل المجهول في مصفوفة مثلا مسألة 8 في كام يسوي 40 خلي بالك معي 8 في كام يسوي 40 هحلها عن طريق استراتيجيتين الاستراتيجية الأولى عن طريق القفز بمقدار أحد عوامل الضرب القفز بمقدار 8 8 16 24 32 40 قفزت 5 قفزات لحد ما وصلت للعدد 40 إذن الاستراتيجية الأولى العد بالقفز بمقدار 8 حتى العدد 40 8 16 24 32ang طيب ههل نفس المسألة باستراتيجية أخرى مثلا باستراتيجية الحقيقة المساعدة هاستقدم الحقيقة المساعدة أنا عارف 9 في 5 يسوي 40 وعارف 10 في 5 يسوي 50 بس أنا عارف 9 في 5 يسوي 45 هقول 8 في 5 يسويك أبطال 40 يبا حلات المسألة عن طريق استقدام الحقيقة المساعدة أنا عارف 9 في 5 في 45 هعرف عن طريقها 8 في 5 يسوي 45 إذن 8 في كامسة 40 8 في 5 يساو 40 في كتاب التلميذ في صفحة 18 الإرشادات حل المسائل التالية المسائل هتلاقيها في الجدول أمامك باستخدام استراتيجية تتقنها وعندما تنتهي اختر مسألتين للتحقق من إجابتك باستخدام استراتيجية مختلفة هنشوف الكلام ده بالتفصيل أولا المسألة الأولى مسألة جسمة 24 على 2 يساو كام 24 على 2 طبعا ده مسألة جسمة هشوف استراتيجية الجسمة ممكن أعرفها عن طريق استخدام استراتيجية العملية العكسية أنا هفكر فيها بدل ما هي 24 على 2 هقول كام في 2 يساو 24 أو 2 في كام يساو 24 طبعا ده جدول 2 2 في 12 يساو 24 أو 12 في 2 يساوي 24 وممكن أعد بالقفز 2 لحد ما أصل إلى 24 246 18 12 14 17 18 22 24 هعد قم قفزة 12 قفزة إذا جمع أربعة في خمسة في اثنين أو ممكن يقول أربعة في اثنين في خمسة أو ممكن أربعة في خمسة في اثنين وهكذا يعني إحنا هنجمع أربعة في خمسة في اثنين أربعة فيها تنزل وخمسة في اثنين يساوى عشرة يببا أربعة في عشرة يساوي أربعين إذن أربعة في خمسة في اثنين يساوي أربعين نكتب أربعين هنا وفي الإجابة المسألة رقم 3 12 في كام يساوي 48 مسألة ضرب نشوف استراتيجيات الضرب أمامنا 12 في كام يساوي 42 ممكن استخدم استراتيجية العد بالقفز بمقدار أحد عامل الضرب 12 24 36 48 قفزت أربع قفزات 12 24 36 48 إذن 12 في كام فاربعة وممكن استخدم استراتيجية الحقيقة المساعدة يعني مثلا 12 في كام يساوي 48 أنا عارف 12 في خمسة يساوي 60 إذن 12 في 4 يساوي 48 12 في كام فاربعة يساوي 48 المسألة التالية 63 على كام يساوي 7 63 دي مسألة جسمة نشوف استراتيجيات الجسمة هذه المسألة عشان أحلها ممكن استخدم العمليات العكسية يعني هقول 7 في كام يساوي 63 هعكس المسألة 7 في كام يساوي 63 في هذه الحالة هيعد التلميذ 7 في 1 يساوي 7 7 في 2 ب 14 7 في 3 ب 21 7 في 4 ب 28 7 في 5 ب 35 7 في 6 ب 42 7 في 7 ب 49 7 في 8 ب 56 7 في 9 يساوي 63 إذن ناتج الجسمة 9 63 على 9 يساوي 7 وممكن نعد بالقفز 7 14-21-28-35-42-49-56-63 هعد القفزات هلاجيهم 9 يكتب 9 المسألة الأخيرة كام في 7 يساوي 56 كام في 7 يساوي 56 هذه المسألة مسألة ضرب نشوف الاستراتيجية المناسبة لها ممكن نعد بالقفز 7 لحد 56 وهي أمامنا لسا عدينها في المسألة السابقة يعني هنعلم على 56 ونعد كام قفزة لحد 56 واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وصلت لستة وخمسين كانوا تمن قفزات العد بالقفز سبعة لحد 56 تمن قفزات تمانية في سبعة يساوي 56 هننتقل لكتاب التلميذ صفحة 19 التحقق باستخدام استراتيجية جديدة هنختار مسألتين من هذه المسائل اللي احنا حلناها ونتحقق من الاجابة بطريقة حل جديدة طبعا المسألة اللي اخترناها 24 على 2 يساوي كام احنا حلناها بطريقتين طريقة العملية العكسية والطريقة الاخرى العد بالقفز هنحلها بالسراتيجية علاقة النموذج بالكل يعني 24 على 2 هيساوي 12 لان 12 زائد 12 يساوي 24 اذا 24 على الاتنين يساوي 12 المسألة الثانية اللي اخترناها 12 فیکام يساوي 48 اختارت مسألة جسمة ومسألة ضرب طبعا هذه المسألة حلناها باستخدام استراتيجية العد بالقفز 12 وباستخدام استراتيجية الحقيقة المساعدة لما قلنا 12 فخمسة يساوي 60 اذا 12 فاربعة يساوي 48 المرة دا هنحلها باستخدام المصفوفة 12 فكام يساوي 48 هنحلها عن طريق المصفوفة المصفوفة هيسم التلميذ 12 عمود و 12 عمود يساوي 24 و 12 عمود يساوي 36 و 12 عمود يساوي 48 أصبحت المصفوفة 4 صفوف في 12 عمود 4 صفوف في 12 عمود يبقى 12 فكام في 4 يساوي 48 هنشوف التحدي في كتاب التلميذ و صفحة 19 المسألة الأولى اختر إحدى المسائل السابقة ثم اكتب مسألة كلامية باستخدام الأرقام المذكورة فيها هنختر المسألة اللي احنا اخترناها 24 على 2 و نكتب مسألة كلامية ممكن نكتب قسم أحمد 24 ثمرة فراولة على طبقين فكم ثمرة وضعها في كل طبق 24 ثمرة فراولة قسمهم على طبقين على 2 فكم ثمرة وضعها في كل طبق هنعرف عن طريق زي ما قلنا وحلناها 24 على 2 يساوي 12 ثمرة المسألة رقم 2 في فقرة التحدي كيف يمكنك استخدام خاصية التوزيع لإيجاد حاصل ضرب 8 في 17 خلي بالك 8 في 17 في خاصية التوزيع هوزع العدد الكبير اللي هي 17 يعني 8 في 17 هنزل 8 فيه وال17 هتبع عبارة عن 7 زائد 10 وهضرب 8 في 7 مرة زائد 8 في العشرة 8 في 7 زائد 8 في 10 8 في 7 يساوي كم يا الطال ممكن أقول 8 في 5 يساوي 40 8 في 2 يساوي 16 يساوي 56 8 في 7 يساوي 56 وأيضا وزعت 8 في 7 عبارة عن 8 في 5 زائد 8 في 2 ولكن في دماغي ولم أكتبها بعد كده نشوف 8 في 10 يساوي 80 ونجمع 56 زائد 80 6 زائد 0 6 5 زائد 8 13 يبقى 136 نصة طبعا الدرس منتهاش في كتاب التلميس في صفحة 20 الإرشادات تأمل المسائل التي أجبت عنها اليوم والاستراتيجيات التي استخدمتها ما الاستراتيجية التي تفضلها لحل مسائل الضرب وما الاستراتيجية التي تفضلها لحل مسائل الجسمة اكتب الاستراتيجيتين التي تفضل هما واشرح سبب تفضيلك لكل استراتيجية يمكنك استخدام صور أو أعداد أو كلمات أو أمثلة لشرح السبب هتلاقي الجدول ده في كتابك في صفحة 20 استراتيجية الضربة التي أفضلها هي ممكن التلميس يكتب العد بالقفز بمقدار أحد عوامل الضرب والسبب لأن الحصول على الناتج يكون أسهل أما الاستراتيجية التي أفضلها في القسمة ممكن العملية العكسية لماذا؟ لكي أحصل على الناتج عن طريق جدول الضرب وكل تلميذ يكتب الاستراتيجية التي يفضلها ويكتب السبب بكذا ان شاء الله انكم قد انتهينا من درس 65 وانتظرونا ان شاء الله في الدرس رقم 66 إن عايبك الدرس اشترك في القناة وشارك الفيديو عشان غيرك يستفاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته